مجز الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم بعث فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنية إلى الملك شارلز الثالث بمناسبة توليه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والشعب اليمني عن خالص تهانيه للملك شارلز وتمنيته له بالتوفيق والنجاح ولحكومة وشعب المملكة المتحدة الصديقة مزيدا من الرخاء والازدهار واجدد فخامة رئيس في برقيته الإشادة بالمواقف البريطانية الثابتة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وتطلعاته في إنهاء انقلاب الميليشيات الحثية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد ندد وزير الإعلام والثقافة وسيحة معمر الإرياني واستنكر بشدة ما تضمنته التصريحات الاستفزازية الصادرة عن مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولي علي أكبر ولاياتي وأضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمني سبق أن تلك التصريحات تؤكد من جديد التدخلات السافرة التي يمارسها نظام طهران في الشأن اليمني وانتهاكه مبدأ السيادة الوطنية واستخدامه الحثيين أداة لتقويض الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وابتزاز المجتمع الدولي وأشار الإرياني إلى أن لقاء علي ولاياتي بقيادات في ميليشيات الحثي الإرهابية وإقراره تقديم إيران الدعم للحثيين وأطمائها في باب المندب الاستراتيجي بالتزامن مع تصعيد الميليشيات الحثية وممارساتها التخريبية للهدنة الأممية ورفضها تنفيذ بنودها يكشف الدور الإيراني التخريبي في اليمن ومسؤوليتها عن تقويض جهود التهديئة افتتح وزيراء الصحة والسكان دكتور قاسم بحيبح والنفط والمعادن دكتور سعيد الشماسي ومحافظ حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي بمديريتين سيئون والقطن ثمانية مشاريع في قطاع الصحة تخدم تطوير الخدمات الصحية في هيئة مستشفى سيئون العام ومديرية القطن ووادي صحراء حضر موت بشكل عام بتكلفة تقارب 11 مليون دولار حيث جرى افتتاح مشروع المبنى الأكاديمي التعليمي بهيئة مستشفى سيئون العام وبناء أقسام الرقود والعناية المركزة بهيئة مستشفى سيئون العام وافتتح مشروع تجهيزات طبية لمختبرات مستشفيات القطن وتريم ومشروع توريد وتركيب وتشغيل جهازي أشعة مقطعية لمستشفى تريم العام ومستشفى القطن العام وقسم القسطرة القلبية والطرفية بمستشفى بن زيلع الحديث بسيئون كما افتتح وزير الصحة العام وسكان مشروع مبنى مستشفى القطن العام الجديد البالغ تكلفته مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف دولار كما افتتح وزير الصحة العام وسكان مشروعي إعادة تأهيل وحدة العزل العلاجي كورونا بمستشفى الحياة بالقطن وضع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي ومحافظ حضر موت مبخوت بن ماضي بمدينة سيئون حجر الأساس لمشاريع الخزن الاستراتي لشركة النفط بوادي حضر موت وتوسعة وحدة وقود الطيران ومركز التدريب والتأهيل واستراحة موظفين ويشمل مشروع الخزن الاستراتي في مرحلته الأولى إنشاء خزانين سعة عشرين ألف لتر من الوقود لمديريات الوادي والصحراء فيما يستوعب مشروع توسعة الخزن بوحدة وقود الطيران بمطار سيئون الدولي أكثر من خمسمائة ألف لتر تلبية لاحتياجات حركة النشاط الجوي إضافة إلى مشروع إنشاء مركز التدريب والتأهيل واستراحة بفرع شركة النفط بالوادي والصحراء تصدت قوات الجيش الوطني لأكثر من خمس محاولات تسلل نفذتها ميليشيات الحثي الإنقلابية المدعومة من إيران باتجاه مواقع عسكرية في مختلف جبهات القتال وذلك ضمن مائتين وخمسة وأربعين خرقا للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيات الحثية الإرهابية خلال الثلاثة الأيام الماضية في جبهات الحديدة وتعز والظالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب وفي مقدمتها أكثر من خمس محاولات تسلل أحبطتها قوات الجيش الأولى كانت باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز والثانية باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشرقية والثالثة باتجاه مواقع الجيش بجبهة حرض غرب محافظة حجة فيما أحبطت قوات الجيش في جبهات مأرب عدة محاولات تسلل وأجبرت الميليشيات الحثية على التراجع والفرار وتنوعت بقية الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش في كافة الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة والقناصة والطائرات المسيرة المفخخة ونتج عنها استشهاد اثنين من أبطال الجيش الوطني وإصابة ثلاثة عشرة آخرين انتهى الموجز في أمان الله